بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبعياكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في التعليم المستمر في درس جديد من سلسلة دروس مادة الرياضيات محدثتكم الأستاذة مشاعر السويلم وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم هو طرح الأعداد ذات الرقم الواحد نلاحظ هنا الرقم الواحد ذات الرقم الواحد وسنتعلم أو سنعرف لماذا ذكر الرقم الواحد أو ذوات الرقم الواحد الدرس هو الدرس السادس رابط الدرس الرقمي تعلمنا في دروسنا السابقة مجموعة من الأعداد نبدأها بالصفر أي لا شيء صفر لا شيء ثم واحد أي لدينا شيء واحد ثم اثنان كما نلاحظ اثنان أي لدينا اثنان أي اثنان من الواحدات واحد وواحد اثنان وهنا ثلاثة ثلاثة أي ثلاثة من الواحدات ثلاثة من الواحدات إذن واحد وواحد وواحد ثلاثة أيضا هنا أربعة أيضا أربعة من الواحدات وخمسة من الواحدات وستة أيضا من الواحدات وهنا سبعة وثمانية وتسعة هذه الأعداد تعرفنا عليها في دروسنا السابقة ونلاحظ اليوم أنني أكرر كلمة الواحدات كلمة الواحدات لماذا؟ هذا ما سنتعلمه بإذن الله في الدرس القادم اليوم سنتعلم تعريف عملية الطرح ما هي عملية الطرح وأيضا طرح أعداد ذات الرقم الواحد طرح أعداد ذات الرقم الواحد لدينا هذا المثال لدينا في هذا المستطيل الأسود عدد من النقاط عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن ثمانية من النقاط ثمانية تكتب ثمانية بهذا الشكل بهذا الشكل ثمانية أخذ منها عدد من النقاط وهي ثلاثة أي أخذنا منها حذفنا منها ثلاثة من النقاط أخذ منها ثلاثة الأخذ هنا يعني أن ننقص العدد من العدد ثمانية ننقص منه ثلاثة إذن هذه الثلاثة ستأخذ من المستطيل الأزرق أخذناها أخذنا منها ثلاثة ناقص ثلاثة كم يتبقى لدينا هنا؟ كم تبقى؟ ممتاز إذن تبقى خمسة إذن نقرأ الآن ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة الناقص هنا هي عملية الطرح الناقص هي عملية الطرح أي الأخذ أو الحذف ونلاحظ أيضا هنا الطرح بشكل عامودي ماذا أعني بشكل عامودي؟ أي أنها مرتبة فوق بعضها البعض مرتبة فوق بعضها البعض فالعدد ثمانية تحته ثلاثة إشارة الطرح ثمانية ناقص ثلاثة فوق بعضها الناتج أيضا في الأسفل فوق بعضها البعض ويمكننا أيضا حلها بطريقة أفقية أفقية ماذا أعني بي الحل الأفقي؟ أن يكون الأعداد أن تكون الأعداد أو العمليات بجانب بعضها بنفس السطر بجانب بعضها بهذا الشكل ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة إذن أفقي تكون بجانب بعضها البعض عامودي فوق بعضها البعض ولدينا أيضا هذا المثال هذا المثال تسعة ناقص أربعة ماذا نعني بتسعة ناقص أربعة؟ أي أنه كان لدينا تسعة من النقاط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ناقص أربعة ماذا نعني بناقص أربعة؟ أي أخذنا منها أربعة من النقاط أخذنا منها أربعة حذفنا منها أربعة كم سيتبقى لدينا؟ كم سيتبقى أن نلاحظ هنا؟ أحسنتم خمسة سيتبقى خمسة ماذا نسمي أعملية الطرح بهذا الشكل؟ بهذا الشكل من أعلى إلى أسفل جميع العداد فوق بعضها البعض مرتبة؟ أحسنتم إنه طرح عمودي سواء الطرح العمودي أو الجمع العمودي أو الضرب العمودي وكذلك الطرح الأفقي الجمع الأفقي والضرب الأفقي نلاحظ هنا أيضا كيف نطرحها بطريقة أفقية؟ تسعة ناقص أربعة يساوي خمسة وهي طرح أفقي بهذا الشكل بجانب بعضها البعض لدينا هنا تدريب واحد إطرح سبعة ناقص أربعة هذا التمرين هو طرح عمودي لماذا هو عمودي؟ لأنها مرتبة فوق بعضها البعض فنقول أنه طرح عمودي ويكون الناتج في الأسفل فسبعة ناقص تقرأ هذه الإشارة ناقص ناقص أو طرح سبعة طرح منها أربعة سبعة أخذ منها أربعة أو سبعة ناقص الأربعة لدينا هنا سبع من الكرات سبع من الكرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة من الكرات أخذ منها أربعة ناقص أربعة ناقص أربعة كم تبقى لدينا؟ أحسنتم تبقى ثلاثة أحسنتم إذن يتبقى ثلاثة نكتب ثلاثة والآن لدينا عملية الطرح خمسة خمسة ناقص اثنان خمسة ناقص اثنان من الأعلى إلى الأسفل مرتبة فوق بعضها البعض إذن فهي طرح عمودي أيضا طرح عمودي خمسة ناقص اثنان أو خمسة أخذ منها اثنان أو خمسة طرح الاثنان أو خمسة حذف منها اثنان فكم سيتبقى لدينا؟ نلاحظ هنا لدينا خمس من الدمى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس من الدمى أخذ منها اثنان أو حذف منها اثنان أو نقصنا منها اثنان فكم سيتبقى لدينا هنا نلاحظ أحسنتم يتبقى ثلاثة أحسنتم إذن نكتب ثلاثة والآن لدينا هذه العملية تسعة ناقص خمسة تسعة نأخذ منها خمسة أو نطرح منها خمسة أو نحذف منها خمس إذن الطرح هو الأخذ أو الطرح من نفس المجموعة نلاحظ هنا مجموعة من الدراجات من نفس المجموعة سنحذف عددا ما هنا كم عدد الدراجات؟ تسع دراجات نعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة من نفس المجموعة سنأخذ منها خمسة أي نطرح منها خمسة أو نحذف منها خمسة أو ننقص منها خمسة فيكون هذه خمسة دراجات سنأخذها من المجموعة ذاتها كم سيتبقى لدينا؟ كم سيتبقى نلاحظ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربع دراجات يتبقى لدينا أربع دراجات والآن أيضا نكمل بالطرح العمودي ثمانية ناقص أربعة ثمانية ننقص منها أربعة أو نأخذ منها أربعة هيا لنلاحظ ثمانية ونريد أن نأخذ منها أربعة كم سيتبقى لدينا؟ نلاحظ ارتباط هذه العمليات بعمليات إنتاج أو عمليات التي نحصل من خلالها على العدد ثمانية عمليات الجمع التي نحصل من خلالها على العدد ثمانية فما هو العدد؟ الذي إذا جمعنا معه الأربعة سيعطينا ثمانية بهذه الطريقة يمكن أن نحلها أو أن نأخذ الثمانية نفسها ونحذف منها أربعة فكم سيتبقى لدينا؟ أحسنتم إنها أربعة لنلاحظ الآن الجمع المرتبط أربعة زايد أربعة كم سيعطينا؟ سيعطينا الثمانية ممتاز والآن لدينا أربعة وننقص منها صفر أربعة ونحذف منها لا شيء أي لا شيء يحذف من الأربعة كم سيتبقى لدينا؟ أحسنتم إنها الأربعة وهنا ستة ناقص ثلاثة ستة نأخذ منها ثلاثة فكم سيتبقى لدينا؟ ستة من الريالات أخذنا منها ثلاثة من الريالات كم سيتبقى لدينا؟ أحسنتم إنها ثلاثة أحسنتم والآن نلاحظ في هذا الطرح هو طرح أفقي أي تكون الأعداد بجانب بعضها البعض فلدينا هنا تسعة نأخذ منها ثلاثة تسعة إذا أخذنا منها ثلاثة كم سيتبقى لدينا؟ أحسنتم أحسنتم يتبقى سبعة يتبقى عفوا ستة لماذا؟ ستة إذا جمعناها مع الثلاثة كم سيعطينا؟ سيعطينا تسعة أحسنتم إذن هي عملية مرتبطة بعملية الجمع عملية الطرح مترابطة مع عملية الجمع والآن لدينا ستة نأخذ منها إثنان ست ريالات أخذنا منها ريالان فكم سيتبقى لدينا؟ أحسنتم إنها أربعة أربعة ونلاحظ الآن أربعة إذا أضفنا إليها الإثنان كم سيعطينا؟ سيعطينا ستة كما قلنا عملية الطرح مترابطة مع عملية الجمع ولدينا هنا ثمانية ناقص خمسة ثمانية نأخذ منها خمسة كم سيتبقى لدينا؟ ماذا نفعل؟ ما هو العدد الذي نضيفه إلى الخمسة يعطينا ثمانية؟ فنقول خمسة ستة سبعة ثمانية إذن ثلاثة أحسنتم ثلاثة ثلاثة ثمانية ناقص خمسة يعطينا ثلاثة وثلاثة إذا أضفناها إلى الخمسة كم سيعطينا؟ أحسنتم سيعطينا الثمانية والآن سبعة ناقص أربعة كم يساوي سبعة؟ وأخذنا منها أربعة أربعة ما العدد الذي لديه؟ خمسة ستة سبعة كم لدينا هنا؟ ثلاثة ثلاثة أحسنتم إذن ثلاثة إذا أضفنا إلى الأربعة سيعطينا العدد سبعة ممتاز إذن سبعة ناقص أربعة سيكون الناتج ثلاثة وثلاثة إذا أضفناها إلى الأربعة سيكون الناتج سبعة ضع الإشارة المناسبة هذه الإشارات نلاحظ هنا إشارة تقرأ أكبر من هذه الإشارة أكبر من وهنا أصغر من وهنا يساوي إشارة يساوي نلاحظ هنا لدينا سمكتين إحداهما أكبر من الأخرى السمكة الأولى أكبر من هذه السمكة نلاحظ هذا التمساح فمه مفتوح تجاه السمكة الأكبر فمه مفتوح تجاه السمكة الأكبر نلاحظ هنا الفم مفتوح تجاه السمكة الأكبر فنقول السمكة الأولى أكبر أكبر من الثانية السمكة الأولى أكبر من الثانية الأولى أكبر من إشارة أكبر من وهي تشبه حرف الكاف باللغة العربية أكبر من نلاحظ هنا تشبه حرف الكاف باللغة العربية أكبر من لدينا هنا أيضا سمكة صغيرة وأخرى أكبر منها وفم التمساح سيفتح فمه إلى السمكة الأكبر إذن فمه مفتوح تجاه السمكة الأكبر نلاحظ كيف نقرأ نقول السمكة الأولى هي أصغر من السمكة الثانية هنا أصغر من إذن السمكة الأولى أصغر من الثانية السمكة الأولى أصغر من الثانية والآن لدينا سمكتين متساويتين بالحجم ونلاحظ هذا التمساح سيحتار أيهما أكبر وبالتالي يتيقن أن كلاهما متشابهتان أي متساويتان إذن يساوي هذه الإشارة تقرأ يساوي إذن السمكة الأولى تساوي السمكة الثانية أو حجم السمكة الأولى يساوي حجم السمكة الثانية نراجع معا مرة أخرى هذه الإشارات أكبر من وهنا أصغر من وهنا إشارة المساوى المساوى أكبر من تشبه حرف الكاف أصغر من و يساوي الآن هنا تدريب رقم ثلاثة ضع الإشارة المناسبة كيف تقرأ هذه الإشارة؟ كيف تقرأ؟ أحسنتم أكبر من وهذه الإشارة تقرأ رائع أصغر من وهذه نعلمها جيدا وهي يساوي أي أنها متساوية لدينا هنا عدد من النقاط عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة من النقاط وهنا واحد اثنان ثلاثة في المستطيل الثاني ثلاث من النقاط أي منهما أكبر من الآخر أو أصغر من الآخر؟ هل هنا بالأول السبعة إذن نقول السبعة هل هي أكبر من الثلاثة؟ أم أصغر من الثلاثة؟ أم تساوي الثلاثة؟ أحسنتم إنها أكبر من إذن السبعة أكبر من الثلاثة نقرأ السبعة أكبر من ثلاثة السبعة أكبر من الثلاثة فالفم هنا يكون مفتوح تجاه الأكبر دائما الفم يكون مفتوح تجاه الأكبر أيضا نلاحظ هنا عدد من النقاط في المربع الأول والمستطيل الأول هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن نكتب أربعة وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن عددها تسعة أي منهما أكبر من الآخر؟ هل نقول أربعة أكبر من التسعة؟ أم أربعة أقل من التسعة؟ أم أربعة مساوية للتسعة؟ أحسنتم إنها أقل من ما هي إشارة أقل من؟ كيف نكتب إشارة أقل من؟ أحسنتم بهذا الشكل أقل من دائما الفم يكون مفتوحا تجاه الأكبر الفم مفتوحا تجاه الأكبر إذن الفم هنا مفتوحا تجاه الأكبر نلاحظ الفم مفتوح انتجاه الأكبر إذن نقول أربعة أصغر من تسعة تقرأ أربعة أصغر من تسعة أما هنا تقرأ سبعة أكبر من ثلاثة سبعة أكبر من ثلاثة والآن لدينا هذه النقاط في هذا التدريب لنعدها معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ست من النقاط نكتب ستة وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أيضاً نكتب ستة أي منهما أكبر من الآخر؟ هنا ستة وهنا ستة هل هناك مجموعة أكبر من الأخرى؟ أحسنتم إنهما متساويتان رائع جداً وما هي إشارة المساواة؟ يا سلام أحسنتم يساوي يساوي إذن نكتب الستة تساوي الستة مرة أخرى نقول السبعة أكبر من ثلاثة الفم هنا مفتوح تجاه السبعة هنا أربعة أقل من التسعة الفم دائماً يكون مفتوح تجاه الأكبر فنقول أربعة أقل من التسعة التسعة وهنا ستة تساوي الستة لأنهما متساويتان إذن طلابي نقول أكبر من وأصغر من ويساوي نعيد القراءة سبعة أكبر من الفم هنا مفتوح تجاه السبعة فنقول سبعة أكبر من الثلاثة أيضاً الأربعة أصغر من التسعة نلاحظ أيضاً هنا الفم مفتوح تجاه التسعة وهنا ستة يساوي الستة لأنهما متساويتان إذن أكبر من أصغر من ويساوي ننتبه إليها جيداً لكي نحل باقي التمارين لدينا هنا ضع الإشارة المناسبة كيف تقرأ هذه الإشارة؟ أحسنتم أكبر من وهذه الإشارة أحسنتم أصغر من وهذه سهلة يساوي ممتاز الآن نقول ضع الإشارة المناسبة أكبر من أصغر من أو يساوي وهنا العدد تسعة وأيضاً تسعة تسعة وتسعة هل أحدهما أكبر من الآخر؟ أحسنتم إنها متساوية تسعة وتسعة إذن نقول تسعة مساوية للتسعة هنا لدينا العدد إثنان وهنا أربعة إثنان وأربعة أيهما أكبر وأيهما أصغر؟ أحسنتم الأربعة الأكبر فنكتب إشارة أو يكون الفم هنا تجاه الأربعة كيف نقرأها؟ نقول اثنان أصغر من أربعة اثنان أصغر من أربعة هنا تسعة تساوي تسعة هنا اثنان أصغر من الأربعة أيضاً هنا صفر وهنا سبعة صفر وسبعة الفم يفتح تجاه من؟ أحسنتم تجاه السبعة لأنها أكبر فنكتب هذه الإشارة نكتب هذه الإشارة كيف نقرأها؟ صفر أصغر من سبعة صفر أصغر من سبعة نلاحظ هنا الفم مفتوح تجاه الأكبر أيضاً لدينا هنا ثمانية وخمسة ثمانية وخمسة أي منهما الأكبر وأي منهما الأقل؟ أم كلاهما متساوي؟ أحسنتم الثمانية أكبر إذن الفم يكون تجاه الثمانية رائع الفم يكون تجاه الثمانية ونقرأ ثمانية أكبر من أكبر من أكبر من الخمسة ثمانية أكبر من الخمسة وهنا لدينا ستة وثلاثة أي منهما الأكبر؟ الفم يكون تجاه من؟ فم التمساح يفتح تجاه من؟ أحسنتم تجاه الستة إذن نكتب أكبر من فنقول ستة أكبر من ثلاثة ستة أكبر من ثلاثة ولدينا هنا واحد وواحد إنهما متساويان أحسنتم واحد وواحد هما متساويان فنضع إشارة يساوي أحسنتم نقرأ مرة أخرى تسعة تساوي تسعة إثنان أصغر من أربعة صفر أصغر من السبعة ثمانية أكبر من خمسة هذه الإشارة أكبر من وستة أكبر من الثلاثة وهنا واحد يساوي الواحد إذن أكبر من أصغر من ويساوي لدينا هذه التدريبات ستكون تطبيقا منزلي لنتدرب عليها في البيت الآن لنراجع ما تعلمنا تعلمنا الأعداد وهي الواحدات وسأؤكد مرة أخرى على كلمة الواحدات لنعرف ماذا أعني بكلمة الواحدات التي أركز عليها اليوم في الدرسنا القادم بإذن الله نقول هذه الأعداد هي صفر واحد أي لدينا شيء واحد صفر أي لا شيء واحد لدينا شيء واحد اثنان لدينا واحدان ثلاثة لدينا ثلاث من الواحدات وأربعة أي لدينا أربع من الواحدات وخمسة أي خمس من الواحدات أيضا لدينا ستة أي أن لدينا ست من الواحدات وسبعة هنا أي لدينا سبع من الواحدات وهنا ثمانية أي ثمان من الواحدات وتسعة أي تسعة من الواحدات نركز على كلمة الواحدات لماذا معلمتنا تؤكد على كلمة الواحدات هذا ما سنتعلمه بإذن الله في درسنا القادم لنعدها مرة أخرى صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة ما رأيكم بهذا الدرس؟ تعلمنا في درسنا لهذا اليوم طرح الأعداد ذات الرقم الواحد ذات الرقم الواحد تعلمنا الطرح بطريقة عمودية وبطريقة أفقية أيضا تعلمنا المقارنة ما بين عددين باستخدام الإشارات أكبر من وأصغر من وإشارة يساوي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا إلى هذا اليوم آمل أن يكون قد نال على إعجابكم وسأكون بشوق انتظاركم في الحصة القادمة بإذن الله أستودعتكم الله الذي لا تضيع وداعه